السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي من قناة شروحات الايفون اليوم جايب لكم تطبيق من أفضل تطبيقات إدارة البريد الإلكتروني عندك في جهازك بعد التطبيق الأساسي في الايفون طبعا التطبيق اسمه Outlook هو تطبيق من مايكروسوفت مجاني تقدر تحمل على أجهزة الايفون والايبات تقدر تحمل على أجهزة الاندرويد بحطر لكم رابط التحميل أسفل مقطع الشرح باليوتيوب التطبيق ميزته إنه ما يدعم فقط الهوتميل بل يدعم الأوتلوك يدعم الجيميل الياهو نستعرض مع بعض التطبيقات وطريقة تسجيل ايميلك بداخله تضغط بدء الاستخدام تضغط على إعلامي إذا كنت تبغى الإشعارات بهذا الشكل تعطيه موافق طيب بيقولك هنا أضف بريدك بتضيف بريدك عادي جدا شوف هنا أطلع لك إنه بيدعم الجيميل الهوتميل اللايف دوتكم الام اس ان الياهو الاي كلاود طيب يعني بيدعم كافة أنواع الإيميلات الرسمية طيب مثلا بنحط ايميل الهوتميل ونضغط على إضافة حساب بيقولك حدد هنا موفر البريد الإلكتروني الهوتميل تابع لأي شركة تابع للاوتلوك دوتكم الاكسي تشينج هذا تابع لإيميلات الشركات الأوفيس لو أنت مسجل ومشتري أوفيس رسمي بيكون إيميلك خاص بالأوفيس والجوجل اللي هو الجيميل والايكلاود اللي هو حسابك في حساب أبل والياهو ميل الياهو معروف بنضغط على أوتلوك لأن حسابي تابع للهوتميل فنضغط على أوتلوك بيحولك إلى صفحة تسجيل إيميلك الرئيسي بتضغط هنا بتحط كلمة السير تابعك بعد ما حطينا كلمة السير بتضغطها لتسجيل دخول تنزل أسفل بتعطي نعم إنك موافق على الشروط هنا بيقولك هل تريد إضافة حساب آخر على راحتك وربما لاحقا أعطيه تخطي هنا بيعلمك كيف تستخدم البريد طبعا العيفون جديد تفعل هذا الخيار الـ Touch ID البريد جدا تنظيمه ممتاز خياراته رائعة بيعطيك كل صناديق الوارد والمسودات بكافة أنواعها مصيحة مني إنك تجرب التطبيق لأنه في ميزات كثير عن التطبيق الإيميل الرسمي في الآيفون بالإضافة إلى أنك تضيف أكثر من إيميل إلى لا محدود يعطيكم العافية لا تنسونا من السبسكرايب واللايك على المقطع وهذه مواقع التواصل حقتي ترجمة نانسي قنقر